بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حياكم الله ابناء الطلاب وبنات الطالبات عدنا إليكم بشوق في درس جديد سائلين الله تعالى التوفيق والسداد بإذن الله تعالى نتناول في درس اليوم موضوعا نتكلم فيه عن أحوال الناس يوم القيامة فكما هو ظاهر أمامكم أبناء وبنات موضوع درس اليوم أحوال الناس يوم القيامة نتناول بإذن الله تعالى هذا الموضوع في درس اليوم نبدأ مستعين بالله تعالى قائلين بسم الله الرحمن الرحيم نستذكر ما درسناه في الدرس السابق فقد تناولنا في الدرس السابق أهوال يوم القيامة أخي الطالب واختي الطالبة بالتعاون مع المجموعة تذكر أهم النقاط الرئيسية في الدرس السابق تناولنا في الدرس السابق عن أهوال الناس يوم القيامة ماذا يكون في حال السماء وفي حال الأرض وماذا يكون في حال النجوم وحال الناس في ذلك اليوم في ذلك اليوم العظيم وما يحدث فيه من أمور خارجة كل ذلك بأمر الله جل وعلا ففي ذلك اليوم تحدث أهوال وكلها بإرادة الله سبحانه وتعالى تناولنا تلك الأهوال في الدرس السابق ماذا يكون للجبال وماذا يكون للسماء وماذا يكون للنجوم وماذا يكون للبحار كل ذلك تناولنا في درس سابق فاستذكروا مع مجموعتكم ما تناولنا في الدرس السابق وكذلك لا ننسى أبناء الطلاب وبنات الطالبات كذلك من خلال المحفوظ نتذكروا ما تناولنا كذلك في جزء النبأ من الأذلة على ما يحدث على تلكم الجمادات فالسماء ماذا يكون لها وما ذكر الله تعالى في جزء النبأ كذلكم الشمس كذلكم النجوم كذلكم الجبال كذلكم الأرض كل ذلك تناولناه في الدرس السابق فاستذكروا وارجعوا إليه وفقني الله وإياكم نبدأ في درس جديد أحوال الناس يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم وما يكون فيه من أحوال فما هي أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم وذلك أبناء وبنات في صفحة خمسة وخمسين أهداف الدرس يتوقع منك بعد الدرس أن أولاً تعدد أحوال الناس يوم القيامة ثانياً تبين حال المؤمن ناقص الإيمان يوم القيامة كذلكم تعطي أمثلة للأعمال المؤدية إلى النجاة يوم القيامة كذلكم تصف حال الكافر والظالم يوم القيامة نتناول بإذن الله تعالى هذا كله في درس اليوم أحوال الناس يوم القيامة كما هو ظاهر أمامك ابناء وبناتي أحوال الناس يوم القيامة على ثلاثة أحوال لا رابع لهم الحال الأولى إما أن يكون ظالم هالك أو يكون مؤمن ناجي أو يكون مؤمن ناقص الإيمان تحت مشيئة الله إما يعذبه وإما يرحمه إذن هذه الثلاثة أحوال الظالم الحالك ذلكم الكافر الهالك أو المؤمن الناجي الذي نجاه عمله الصالح بفضل الله تعالى ورحمته أو ذلكم المؤمن ناقص الإيمان عمل عملا صالحا وآخر سيئة فما هي حاله نقول هو تحت مشيئة الله إما يعذبه وإما يرحمه ونستذكر وإياكم بالربط مع الدروس السابقة ما هي الأمور التي تنقص من الإيمان ذكرنا هذه الثلاثة أحوال ظالم هالك ومؤمن ناجي ومؤمن عمل عملا صالحا وخلطه بآخر سيئ فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه فما تلكم الأمور التي تنقص الإيمان نقول فيما درسناه في الدرس السابقة الكفر الأصغر من الأمور التي تنقص الإيمان ثانيا الشرك الأصغر كذلك من الأمور التي تنقص الإيمان ثالثا النفاق الأصغر كذلك من الأمور التي تنقص الإيمان رابعا البدع وخامسا الذنوب والمعاصي كل هذه الخمس الظاهرة أمامكم تنقص إيمان الإنسان فما ارتكب منها الإنسان فيكون في ذلك نقصان لإيمانه ولكل واحد منها أمثلة وقد سبق دراسة ذلك كله لكن هذه الأمور الخمسة إذا ارتكبها الإنسان هل يكون إيمانه كاملا تاما أو بحسب ارتكاب لتلك الأمور ينقص إيمانه ما رأيكم؟ سنتم نقول ينقص إيمانه بحسب ارتكاب لتلك الأمور عافانا الله وإياكم ونجانا منها نأتي بعد ذلك إلى القسم الأول أولئك القوم الذين ينجون ولا ويكون حالهم حال أمان لماذا؟ لأنهم في حقيقة الأمر هم أهل الإيمان والتقى فلا يفزعون كما يفزع غالب الناس بل قلوبهم في طمأنينة لما عملوا صالحا وأطاعوا الله تعالى في هذه الحياة الدنيا كان حالهم يوم القيامة أن أمنوا من ذلك الفزع نعم ذلك الفزع كما ذكرنا في الدرس السابق من أهوال يوم القيامة ماذا يكون للسماء والجبال والأرض والنجوم كل ذلك ذكرناه هم في ذلك اليوم يفزعون الناس كلهم يفزعون إلا أهل الإيمان والتقى فأعمالهم لا تكونوا في حال فزع بل يثبتون في ذلك اليوم والدليل على ذلك أبناء الطلاب وبنات الطالبات كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر شاهد الآية فهم في ذلك اليوم لا يفزعون في يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فهم في ذلك اليوم لا يفزعون كما يفزع غالب الناس بل فوق ذلك ابناء وبناتي تتلقاهم الملائكة حتى يكونوا أكثر طمأنينة وتبشرهم حتى يأنسوا هذا يومكم أيها الصالحون أيها المؤمنون أيها المتقون هذا يومكم الذي كنتم توعدون إذن هذه الحالة الأولى أهل الإيمان والتقى وكذلك من حال أهل الإيمان والتقى فإنهم في دنياهم لما خافوا ذلك اليوم واستعدوا له أورثهم ذلك أمنا وسرورا كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قم طريراً إذن أبناء وبناتي هم في حقيقة الأمر في هذه الدنيا ما هي حالهم أهل الإيمان والتقى ما هي حالهم نقول في هذه الحياة الدنيا حالهم حال خوف من ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة يوم الفزع الأكبر حالهم حال خوف في هذه الحياة الدنيا فلذلك كانوا مستعدين لهذا اليوم الذي هو يوم الفزع الأكبر فلذلك يورثون في ذلك اليوم يوم الفزع الأكبر أمن وسرور كما قال الله تعالى عن أولئك القوم إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قم طريراً أي يوم القيامة يخافون منه فلذلك يكون في هذا اليوم يوم الفزع الأكبر هل يكونوا كما كانوا خائفين في الدنيا ما رأيكم لا هذا اليوم يوم جزاء فحاسبهم الله تعالى ويزيهم على ما عملوا وهم في الدنيا كانوا خائفين لذلك يوم القيامة يورثم ذلك الأمن والسرور والطمأنينة بل كما ذكرنا قبل قليل أن الملائكة تبشرهم بأنهم في هذا اليوم هم الذين يعدونه فهذا يوم الوعد وهذا يوم الجزاء لهم بالجنات فلا خوف من ذلك اليوم لذلك هم في حال في الدنيا كانوا خائفين ومستعدين لهذا اليوم فكان مآلهم أهل الإيمان والتقى وجزاؤهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا يوم الفزع الأكبر يوم القيامة فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلا شر لهم في ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ثم بعد ذلك ما هي جزاؤهم وما هو جزاؤهم قال الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فلهم الجزاء في ذلك اليوم العظيم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة أولئك القوم في ذلك اليوم يوم العظيم أناس من أهل الإيمان والتقى عملوا صالحا فكان جزاؤهم في ذلك اليوم أن الله تعالى يظلهم في ظله يوم لا ظله إلا ظله ومن أولئك القوم السبعة وفي غيرهم كذلك يظلهم الله في ظله لكن مذكورون معنا في درس اليوم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة أولا إمام عادل كما أخبر عليه الصلاة والسلام ثانيا شاب نشأ في عبادة ربه ثالثا رجل قلبه معلق في المساجد رابعا رجلان تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه كذلك خامسا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله كذلك سادسا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كذلك سابعا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة كما أخبر في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهم من أهل الإيمان والتقى كذلك من القوم الذين يأمنون في ذلك اليوم ذكرنا قبل قليل السبعة الذين يظلهم الله في ظله كذلك من الذين يأمنون يوم القيامة أهل البر والإحسان من كان له بر في هذه الحياة الدنيا ومن كان محسنا في هذه الحياة الدنيا نقول كذلك أولئك يأمنون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة إذن هذا الذين هم أهل البر والإحسان هؤلاء هم الذين نفسوا عن عباد الله المؤمنين كربة من كرب الدنيا أو كذلك أولئك القوم الذين يسروا على أولئك المؤسرين كذلك هم أهل البر والإحسان الذين يجازون في ذلك اليوم فيأمنون ولا يفزعون سؤال ونفكر به أخي الطالب وأخت الطالب في تفكير ابداعي نريد أن نمثل لأوجه البر والإحسان ما هي أوجه البر والإحسان سواء كان بالتنفيذ عن أولئك المؤمنين أو كذلك بإبعاد العسري عن أولئك المؤسرين نريد أن نفكر ما هي الأمثلة للبر والإحسان ما رأيكم من الحديث الظاهري أمامك ومن غير ذلك أحسنتم وفقتم بركتم نقول من أوجه البر والإحسان أولاً إنظار المؤسر ثانياً العفو عن دين المؤسر ثالثاً التكفر بعلاج فقير كل أولئك من التنفيذ عن المؤمن وكذلك من التيسير على المؤسر سواء ذلك الذي يسقط دينه أو الذي يمهل في الدين أو الذي يتكفل بعلاج فقير كل أولئك من أوجه البر والإحسان نأتي بعد ذلك إلى ما ذكرناه أولاً فقد ذكرنا أول الأقسام وأحوال الناس يوم القيامة ذكرنا الظالم الهالك الكافر وذكرنا المؤمن الناجم وكذلك ذكرنا ذلك المؤمن الذي خلط عملاً صالح وآخر سيئة فهو تحتمى الشيئة لله هذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في الفقرة التالية المؤمن ناقص الإيمان ما معنى المؤمن ناقص الإيمان ماذا يراد به؟ نقول يراد بالمؤمن ناقص الإيمان هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً أي عمل عمل صالح وعمل عمل سيء هذا معنى خلط العمل فمعه أعمال صالحة ومعه كذلك ارتكب أعمالاً سيئة فهو قد أطاع الله صلى وتصدق وصام وأتى بالأعمال الصالحة وكذلك في الجانب الآخر هناك للك أعمال سيئة قصر وربما أخطأ وربما اعتدى فهذه أعمال سيئة فهنا أعمال صالحة وهنا أعمال سيئة فهو لم يعمل عملاً صالحاً فقط أو كان حريصاً على عمل الصالح فقط لا معه كذلك أعمال سيئة فهذا يسمى خلط عملاً صالحاً أعمال أعمالاً سيئة فقط نقول لا ليس عنده أعمال سيئة فقط بل عنده عمل صالح هذا هو الظاهر وكذلك عمل سيئ فهو قد خلط بين الأمرين بين العمل الصالح والعمل السيئ فهؤلاء هم من أهل الإسلام الذين ارتكبوا معاصي هذه حالهم وماذا يكون مآلهم يوم القيامة؟ توجب الوعيد عليهم يوم القيامة يكون عليهم وعيد يحاسبون على تلك الأعمال السيئة التي ارتكبوها مثل ماذا؟ كما هو ظاهر أمامكم كالذين لا يؤدون الزكاة يصلي يحج يصوم يأتي أعمال صالح بالوالدين وغير ذلك لكنه لا يؤدي الزكاة فما هي حاله يوم القيامة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إذن هو ظاهر أمامكم أتى بأعمال صالح نعم لكنه قصر وأتى بأعمال سيئة لم يؤدي الزكاة فيعاقب على ذلك العمل السيء وذلك كله تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه ثم بعد ذلك بعد أن يحاسب على ذلك العمل الذي هو عدم أدائه للزكاة فبعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نذكر أمثلة ثلاثة لمن خلط عملا صالحا وآخر سيئة هناك كذلك أمثلة لمن أتى بعمل صالح وآخر سيئة ما رأيكم ما رأيكم في تلك الأمثلة كذلك غير من يؤدي الزكاة عفوا غير من منع الزكاة فما هي حاله ذكرنا قبل كذلك من من الذين لم يعملوا صالحا فقط بل كان خلط في أعمالهم نذكر ذلك أبناء وبناتي نقول كذلك المتكبرون من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة كذلك الغلول وهو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية كذلك كتمان ما أنزل الله تعالى من العلم كل ذلك من الأعمال السيئة فأني ولو كان متكبرا لكن عنده أعمال صالحة ولو أعتبر الغلول كذلك عنده أعمال صالحة ولو كتم ما أنزل الله من العلم كذلك عنده أعمال صالحة فيكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئة وآخر سيئة القسم الثاني الكفار والظلمة ذكر الله عز وجل بعض أحوال في ذلك اليوم الكفار والظلمة قال الله تعالى عنهم واخترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين هذه حالهم يوم القيامة عندما يقترب الجزاء والحساب عندما تناسوا ذلك اليوم في الدنيا نسوا الله فأنساهم أنفسهم في ذلك اليوم كذلك أعمالهم تكون قاصرة عن الوصول لهم إلى رحمة الله تعالى لأنهم كفار وظلمة فلذلك كان عندهم حصرة وندامة فيقولون يا ولنا قد كنا في غفلة من هذا عن هذا اليوم بل كانوا أكثر حصرة وندامة حينما قالوا بل كنا ظالمين وأترفوا بما عملوا كذلك ختاما ما هي حال الكفار كيف هي حال حشرهم في ذلك اليوم ذكرنا في بدء درس اليوم المؤمن يوم القيامة حال حال أمن وسرور لا يفزعون تتلقاهم الملائكة تبشرهم يفرحون يأنسون يحشرون على أفضل الأمور أما أولاك الكفار الظلمة فما هي حال حشرهم كما هو ظاهر أمامكم يحشرون على أبشع هيئة ما هي الأبشع هيئة؟ نقول كما قال الله تعالى وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهَوَ الْمُهْتَدْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي مآلهم وفوق ذلكم كلما خبت زدناهم سعيرا فيزدادون عذابا فوق العذاب وبختم هذه الآية نكون قد وصلنا إلى ختم درس اليوم نأتي وإياكم بعد ذلك وبنائي وبناتي إلى ختام الدرس نستذكر ما تناولناه في درس اليوم في ختام درس اليوم نستذكر ما درسناه من أحوال الناس يوم القيامة فقد ذكرنا من حالهم إما ظالم هالك أو مؤمن ناج أو مؤمن ناقص الإيمان تحت مشيئة الله إما يعذبه وإما يرحمه وذكرنا الأمور التي تنقص الإيمان الكفر الأصغر الشرك الأصغر النفاق الأصغر البدع الذنوب والمعاصي أتينا عليه في درس اليوم وكذلك ذكرنا في درس اليوم أولئك أهل الإيمان السبعة الإذن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فمؤمنون في هذا اليوم وذكرنا منهم أولا الإمام العادل وكذلك نستذكر ما ذكرناه في هذا الحديث أن نشأ في عبادة الله فماذا قال عليه الصلاة والسلام حسنتم شاب نشأ في عبادة الله وكذلك حب الصلاة وملازمة الجماعة ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن حب ذلك الرجل للصلاة وملازمة الجماعة حسنتم وفقتم يحب البقاء في المسجد ويحب ذكر الله تعالى وماذا قال عليه الصلاة والسلام عن الحب في الله عن ذلكم الرجلين الذين تجتمع في الله تفرق على طاعة الله واجتمع كذلكم على طاعة الله وكذلكم العفة ذلكم الرجل الذي دعته تلكم المرأة ذات المنصب والجمال ما كان حاله هل استجاب لتلكم الدعوة أم رد تلكم الدعوة كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلكم الرجل ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وكذلكم صدقة السر ماذا ذكرنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسنتم وفقتم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وختاما البكاء من خشة الله ذكرنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا كل أولئك ذكرناه في درس اليوم الذي هو أحوال الناس يوم القيامة ونكونوا إياكم نأي وبناتي وصلنا إلى ختام درس اليوم سأل الله تعالى في ختام درس اليوم التوفيق والسداد والهداية والرشاد ونعلمنا ما ينفعنا ونينفعنا بما علمنا وختاما نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته